سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة ايضا برحب بكل مشاهدينا على صفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك وصفحات التواصل الاجتماعي انتو دلوقتي بتشاهدونا على الهواء مباشرة وحب افكركم انه ارقام التليفونات الموجودة على الشاشة او اللي حتكون موجودة على الشاشة كلها اللي انت قدروا تستخدموها لكن خاصة خط الواتساب المجاني لكم تقدروا تتسلوا عليه مباشرة وايضا ترسلوا لي رسائل عليه حلقة النهاردة بعنوان ان الدين عند الله ايه بقى نقطتين كده ونفكر ايه ان الدين عند الله ايه ده سؤال انا بترحه على الجميع فيه اية قرآنية بتقول كده لكن كمالتها انا مش موافقة عليها وعايزكم تفكروا معي عنوان الحلقة ان الدين عند الله وحنناقش فيها نظرية التطور الاسلامية والطريق الى الله واحد ام ثلاثة والنقطة الاخيرة الحافظ لم يحفظ في البداية حب ان انا قبل ما نبتدي المناقشة في حلقة النهاردة ان انا اصلي معاكم من اجل الناس اللي تأثروا بموضوع فيروس كورونا احنا اتكلمنا عنو الحلقة اللي فاتت لكن الحقيقة يعني يمكن الاسبوع ده بالذات ربنا اوجه نظري لايران بالتحديد فيه ناس حول العالم كله يعني فقدوا اهلوا وفيه ناس مرضى وفيه ناس يعني بيعانوا من الموضوع ده لكن ايران بالنسبة لي انا شخصيا تصدرت الاخبار شوية يمكن ربنا حطها على قلبي اصلي من اجل ايران بالتحديد عدد المصابين عدد كبير جدا والحكومة ما بتعطيش الارقام الحقيقية فيه فيديوهات بتظهر دلوقتي على السوشيل ميديا وفيها يعني واحد ماشي من قوضة لقوضة في مستشفى اعداد رهيبة من الجثث على الارد بما فيهم جثة واحد في الحكومة يعني سفير من السفر فيعني الامر شديد الوطأ على الشعب الايراني المتأثرين بالامر ده الناس العادية الطبيعية الحكومة نفسها الناس فيها مش سلمة منه زي ما شفنا ولكن دورنا احنا كمؤمنين ان احنا نصلي من اجل الناس انا واخد ايران مثلا للحالة المزرية اللي بيواجهها الناس لما بتختلط السلطة الدينية مع السلطة السياسية وبيتفش الجهل الاسلامي بقى المشحون بالخرافات الدينية يعني الاسبوع اللي فات ده ظهر كده حاجة يعني ناس وقفة بطلعق الادرحة فانا سميته تحدي لعق الادرحة زي ما كان عارفين الجردل التلج ده التحدي اللي كانوا بيعملونه الناس تدلق على بعضها جردل التلج او ده بقى تحدي لعق الادرحة عشان بيتحدوا انه لما يلحسوا ضريح الشيخ فلان ولا القديس فلان القديس الاسلامي يعني اشان المسيحين ما بيعملوش كده يعني يبقى ده هيحميهم من كورونا عشرات ومئات الناس بتتساقط كل يوم على فكرة في ايران انا بشجعكم انكم تصلوا من اجل الشفاء تصلوا من اجل الحماية تصلوا من اجل الرحمة وايضا تصلوا من اجل النور الحقيقي يسوع المسيح انه يأتي في قلوب هؤلاء فيشيل الجهل والخرافات ويأتي بنوره في وسط ايران في اسم يسوع اللي بيعملوا الشيطان لضرب البلد دي بالذات مثلا يعني الله بيستخدمه بشكل غير عادي انا يعني شفت بس خبر انهم اطلقوا مش عارفة كم خمسين الف مسجون واحنا عارفين انه معظم مساجين ايران كلهم مساجين دينيين سياسيين مظلومين ظلم غير عادي اللي اتحبسوا عشان خطر واحدة قلعة الحجاب والواحدة تحدد قانون والله حيطلقكم بسبب ده ويحميكم في اسم يسوع خلينا نصلي كمؤمنين كل حد من المؤمنين اللي بيسمعني النهاردة خلينا نصلي مع بعض من اجل انه الله يرفع المرض ده عن عن العالم عن الارض وايضا بالتحديد انا عايزة اصلي الايران يا رب احنا بنشكرك لانه انت الحافز والحامي انت مصدر الشفاء انت مصدر الحق رب انا بسألك انك تحفظ الشعب الايراني وانك تتراء ليهم بصورة اقوى يا رب ملايين الايرانيين بيأتوا لمعرفتك اليوم وانا بسألك من اجل مجد اسمك القدوس انه المرض ده الفيروس ده يوقف في ايران في اسم يسوع وانه يحصل شفاء كامل للارض وانه يحصل شفاء اعجازي في الارض يا رب وانك تتراءة للرؤساء والحكام وللناس اللي اظلم قلوبها وعقلها الاسلام تراءة ليهم يا يسوع المسيح واعلن شخصك وذاتك انت يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد مخلص الشعوب وفادي البشرية بسألك تتراءة في وسط ايران اليوم وتعطي شفاء وترفع يا رب عننا جميعا خطر هذا المرض في اسم يسوع ليك المجد والكرامة امين بنصلي من اجل تدخل الرب في ايران وفي العالم كله من الصين لايران العالم يا اخواتي اصغر من ما نتصور فغليكم فاكرين انه القوة اللي ادها لك الله في انك تكون واقف في الصغر من اجل المحتاجين ومن اجل المرضى ومن اجل المتهدين ده سلاحك اللي الرب ادهولك صلي من اجل احتياجات الجميع ايضا الاسبوع ده انا بجري شوية عشان خطر عايزة ابتدي في تقديم الموضوع لكن مقدرش بصراحة ان انا اعدي الاسبوع ده من غير ما اقول انه يوم المرأة العالمي هيكون يوم 8 مارس وانا يعني يعني المسألة انا مش من الفيمينست اللي بيقولوا عليهم النسويات المتعصبين للنساء ولكني انا يعني بحب عمل الله في حياة المرأة وعمل الله من خلال المرأة ومحبة الله للمرأة والرؤية اللي ربنا عايزها في حياة كل امرأة هو خلقها لهدف والعالم بيحاول يكبتها عارفين الاصل في موضوع يوم المرأة العالمي ده كانت مظاهرة من 15,000 ستة طلعوا من العاملات يعني مش مهم عاملات المصانع امرأة عاملة في نيويورك سنة 1908 عملوا مظاهرة علشان يطلبوا بحقوقهم في المساواة في تقليل ساعات العمل في انهم يكون عندهم مساواة في المرتبات وحقوقهم كمواطنات يقدروا ينتخبوا الخمستاشر الف ستة ده سنة 1908 ممكن تتخيل اخد قد ايه جهد ان هما يجمعوا خمستاشر الف ستة تطلع والطالب بحقوقها في الشوارع المرأة قادرة على انها بفهمها لحقها ومطالبتها لانها تكون محترمة كانسانة كاملة انها تغير مجتمعها بالكامل النهاردة بتشوف المرأة في امريكا ليها دور غير عادي ومحترمة ومتمكنة وبتعيش زي الراجل بصالي ان ده يحصل في حياتك انت كامرأة عربية كامرأة مسلمة انك تعرفي حقك اللى الله ادهو لك تعرفي مين اللي اشتراكي ومين اللي دفع فيك التمن الاغلى هو يسوع المسيح تعرفي الطريق والحق والحياة فتقدري تتغيري وتكون لكي حياة وتغيري مجتمعك كل سنة وانتو طيبين اتمنى السنة دي تكون سنة فيها بركة على نساء العالم كله خلينا بقى نبحث مع بعض موضوع حلقة النهاردة من حوالي كم اسبوع كده انا كنت في زيارة لدولة غربية في مؤتمر ومرة علي وانا واقفة اتكلم مع الناس كده مرة علي ضيف كان موجود على المؤتمر ده ما هوش يعني جزء من المؤتمر والحاجة ولكن الضيف ده عارف ان انا مسيحية وبقدم برنامج المرأة المسلمة وعارف الخدمة اللي انا بعملها فوقف كده قدامي وبهذر يعني يعني عايز يقول انت يعني بتتكلمي عن الاديان الابراهيمية الثلاثة فانا بصراحة يعني وقفت انا مش عارفة انت بتخذر انت مصدق اللي انت بتقوله انت تقصد اللي انت بتقوله ولا لا فرديت انت تقصد ايه فبدأ يحاول يشرح لي ان اليهودية والمسيحية والاسلام امتداد لبعضهم وان العامل المشترك بينهم هو ابراهيم فشرحت له ان مش هي دي الحقيقة ابدا وحقف هنا طبعا كتير من اللي بيسمعوني وخاصة المسلمين بيقولوا ان ابراهيم هو العامل المشترك وبيقولوا ان التوحيد هو العامل المشترك وبيقولوا انه الاسلام هو خاتم الرسالات والكلام ده كله فلما اقول لا ان ده مش حقيقي وانه ما فيش حاجة اسمها الاديان السماوية التلاتة او الاديان الابراهيمية التلاتة دي ممكن تبقى صدمة لمن يسمعني لكن انا عندي اسباب والاسباب دي انا يعني هشرحها لكو كده زي ما شرحتها للاخ ده ببساطة والعجيب انه الاخ ده كان غربي راجل من الغرب يعني الكتبة وصلت للغرب الغرب بيفكر بطريقة واحنا بنفكر بطريقة في الغرب عايزين يقولولك انه الكل مقبول وكل الطرق تقدي الى روما وكل الناس هتروح يعني تجد طريقة الله عن طريقها بأي صورة البوزي يعني الهندوسي كل واحد في الغرب دي مجاملات اجتماعية شكلية وعايزين يعني انهما يجمعوا الكل ما يبقاش حد يعني يحس انه مضطهد في النص ولا حاجة دي حاجة اسمها political correctness يعني المهم يعني مش هترجم المهم لكن في الشرق بقى احنا اللي بيسيطر على عقولنا هو ما تعلمنا وما تسلمنا احنا تربينا على اننا نعرف انه الاسلام هو خاتم الرسالات وانه كل الرسالات دي متصلة ببعضها اكي الامر ده فكرني ان الفكرة دي كانت من الامور اللي انا كنت بتساءل عنها قبل ايماني بالمسيح اتعلمنا واحنا صغيرين واحنا وانا متربية مسلمة يعني زيه زيكم كده انه كان فيه رسائل سماوية وانبياء مختلفين لكل رسائل كل رسالة وان محمد هو خاتم الانبياء انا باختصر كده والمرسالين وكانت اسئلتي الدائمة والمتكررة وانا في سن صغير جدا ليه لكل نبي رسالة مختلفة وفين هي الرسالة المختلفة ان انا كنت باسأل جدتي مثلا فين الانجيل تقول لي متحرف مش موجود دلوقتي اسأل طب ليه محمد بالذات هو خاتم الانبياء والمرسالين مع اني كنت شايفة في سني صغير قد ما قريت مع جدتي عن قصص الانبياء وخاصة المسيح ومحمد بقدر ما كانت تتكلم عنه جدتي بالتعظيم والتبجيل وحبيبي يا رسول الله وكل اللي بنمر بيه في بيوتنا الى اني كنت فهمة ان المسيح احسن منه وازاي انه ده يختم كل الرسائل ويبقى يعني افضل خلق الله والمسيح احسن منه السؤال ثالث كان دايما في ذهني ليه كل كل الزمن ده مفيش انبياء من وقت محمد لحد دلوقتي مع ان العالم دلوقتي حوالينا شرير والناس يمكن لو كان في يعني لو كان طلع نبي من وقت محمد لحد النهاردة كنا يمكن صدنقناه شوية لو عمل شوية معجزات لو يعني محمد ما عملش معجزات قلت فقلت يمكن لو رجي حد زي المسيح كده يعمل معجزات ما كنا صدقناه ليه ربنا ما سهلهاش علينا السؤال في النهاية كده كنت دايما بسأل ليه ربنا ما سهلهاش علينا ليه كل المتهد دي لكن الاسئلة دي كلها كانت في وقت انا ما كنت شعر في المسيح لسه ولا كنت قريت وفهمت الكتاب المقدس لحد الوقت ده وكان الرد اللي دايما بيتكرر كتير جدا من الشيوخ ومن المدرسين ومن جدتي ومن الناس اللي يعني اللي بيحصل بشوفهم بيعملوا مناقشات دينية ثقافية في بيتنا كنت بحس انه دايما الاتجاه في اجابات محددة منها ان الله اعطى الرسائل دي للانبياء حسب قدر فهم الانسان لان الانسان في البداية لم يكن متطور بعد فده رسائل على قده على قد سن يعني كل واحد على قده وهي دي بقى نظرية التطور الاسلامية اللي انا حبيت انا اشهى معاكم النهاردة انا سميتها كده نظرية التطور الاسلامية ده النظرية دي اكيد كتير منكم يقدر يضيف لها كل واحد حسب الاجابات اللي استلامها من اللي علموه ومن اهله ومن قرياته يعني انا بتكلم ببساطة عشان عايزة الانسان البسيط والاخت البسيطة اللي بتسمعني اللي سمعت الحكاوي دي حكاوي في بيت عائلتها تعرف مصدرها ايه النهاردة انا حركز على النظرية دي من يعني من من زاويتين فكرة التطور الانساني هي اول حاجة عايزة افكر اتكلم فيها او يعني افتحها معكم واسمع منكم ويعني ازاي الانسان كان منفتح او غير منفتح بيفهم او ما بيفهمش قدر على الاستعاب او لم يكن قدر على الاستعاب ويعني وقدر انفتاح الانسان ده على الله والنقطة والنقطة الاخيرة اللي في الجزء ايه بتاعت التطور دي هي افضلية محمد ايه علشان يستحق انه يكون خاتم الانبياء ولا لا بيقول كده الاستاذ محمد عبدو وغيره من يعني الفكرة مش هحطها لكم بالالفاظ المحددة لكن الفكرة اللي بيقول الاستاذ محمد عبدو وغيره من المفكرين ان الاديان الاولى خاطبت الحس لان الانسانية كانت في طور التفولة ولما تطورت وعانت ونمت اتى الله بعمق اخر وهو عمق الزهاد والروحانيات انا باختصر الكلام وملكوت الله في رسالة المسيح يبقى من عايز يقول يعني او الفكرة انه في الجزء الاول في العهد القديم التوراة كان في الامور الحسية التعاملات اليومية الوسائل العشرة الحاجات اللي يقدر يعني افعل ولا تفعل مثلا اوكي ومع انه يعني لو حط ده في اطار الامور الحسية ده لا ينطبق برضو لانه العهد القديم مليء بالتعليم الروحية العميقة جدا كان في قواعد كان في قانون ولكن كان في عمق روحي لكل حاجة عملت في العهد القديم اوكي وبعدين نمى الانسان وعانى وحصل احتلالات وحصل نموه في البشرية فجي المسيح علشان ياخد الناس الروحنيات طب وبعدين المفروض بقى انه لما المسيح يجي وياخد الناس في طريق الروحنيات وملكوت الله والكلام ده كله اذا ده سمى بيهم عن كل التعليم الارضية يفضلوا بقى فوق مع الحاجة اللي هتوصلهم لفوق لكن الحقيقة انه مش ده اللي حصل لكن بعد شوية بقى عادت الانسانية الى الصراعات المألوفة عن الصراعات الانسانية اللي الحقيقة هي ابتدت من البداية للنهاية لحد النهار ده موجودة ما تغيرتش يعني لكن ده من فكر الناس اللي بتقدم نظرية التطور الانساني دي فرح الله بقى انزل دين يجمع بين الحس والروحانية وينظم امور البشر اليومية وغيرها اللي هو ايه بقى الاسلام نقف بقى والنقش الكلام ده المسلمين بيصدقوا الكلام ده بكلمك انت وانت يا اخواتي المسلمين لان معظم المسلمين لا يقرؤوا بعمق في الاسلاميات ولا يقرؤوا خارج الدين فيعني اذا قرأت القرآن فانت بتقرأ علشان تاخد بركة اذا قريت شوية احاديث هتسأل عن الحاجات اللي تخص حياتك اليومية وما انتش عايز توجع دماغك انت عايز افعل ولا تفعل فانت رجعت للنظام القديم على فكرة الناس اللي ماشية بالقانون الناس اللي ماشية بالاعتماد على بشريتك الجسد فانت ما تعرفش ان الكلام ده لا يمكن يكون حقيقي لانك مش بتقرأ كفاية ولانك لم تستطيع انك تقرأ الكتاب المقدس اللي فيه الحقيق كلها وتفهم فكرة الله وخطة الله في التعامل مع البشرية من فكر الكتاب المقدس علاقة الله بالانسان منذ بدء الخليقة خليني يعني بس اديكم مثل من الكتاب المقدس في البداية خالص لما الله اتكلم في سفر التكوين هتلاقي انه في الاصححات التلاتة الاولانية دي بيتكلم مباشرة مع ادم وحاو بيتمشى معاهم بيتعامل معاهم بيحل مشاكلهم بيباركهم وبعدين بيعاقبهم وبيحاول يحل مشاكلهم في تعامل مباشر مع الله ازاي تقدر تقول انه ده ما كانش اعلى كثيرا من اللي معانا النهار ده الاسلام اخدك في شيء بعيد تماما عن التعامل مع الله من ادم وحاو الى اولادهم والصراعات التي لم تنتهي يعني من اول قيين وهبيل ويقتل قيين اخي اخو هبيل ويعني الغيرة والمشاعر الانسانية المعروفة وتحذيرات الله وبعنى ترتيبات الله للخلاص وكل ده موجود في العهد القديم في الكتاب المقدس سفر تكوين يعني اما تمشي كده من البداية لحد قصة ابراهيم واولاده واحفاده كلام ده كله كنز من التعاملات الرائعة مع الله زهورات اعجازية لله زهور واضح في المعجزات والعجايب والاحكام والتصرفات اللي كان الله بيعملها ويتعامل مع اولاده بيها لو تكلمنا عن تعامله مع نوح الله تكلم مع نوح مباشرة وقال له مش بقى زي ما انتوا بتقولوا اداله رسالة وفيش حاجة اسمها كده هو قال لنوح انا حعمل كده في الارض الارض هتنتهي لان شر الانسان كان كتر اكتر من ما يعني ما فيش توبة فالله قال له اعمل الفلك واطلع وانا حعمل منك امه وربنا عمل كده فعلا ظهور مباشر كلام مباشر معجزات مباشرة اعطاء حياة مباشرة واعداد لانه الله عايز يقول هناك مخلص ساعت في الاخر الله كان بيعد الخطة علشان وصول المسيح كل ده بيقول ان العلاقة كانت بالله كانت اقرب من ما نرى اليوم ده بالنسبة لي على الاقل يعني يعني اسأل اللي بيسمعني لو انت الله بيكلمك مباشرة تقدر تقول ان ده افضل ولا اقرب ولا اللي اللي على العرش استوى اللي لا تستطيع ان انك تلمسه ولا تكلمه ولا يعني فكر الاسلام بيقولك الله في حتة وانت في حتة لكن الكتاب المقدس بيقولك ان الله يكلم شعبه الله يحارب عنهم الله يظهر ليهم الله يعني يقدم الفداء عن شعبه بنفسه ده ده تراجع يعني غير عادي ده العكس تماما ده نظرية تطور قاسرة الفهم وبدائية جدا الحقيقة انه النظرية ده كلام بلا ادلة ودي مشكلة الاسلام انه يعطي كلام بلا ادلة وتحريف للقصص الحقيقية المثبتة في الكتاب المقدس من الاف سنين ويجي القرآن يقولك القصة لا ما كانتش كده كانت كده وياخد نوح ويخليه عنده رسالة وياخد لوط ويخليه نبي وياخد فلان ويخليه لم يخطئ ويغير في صور الرسائل وقصص الناس علشان يصور صورة معينة يبعدك بها عن فكرة الله كلام بدأ بلا ادلة صدر عن شخص ليس له خبرة الحياة الحقيقية مع الله فصور الله بعيد متكبر وانفصل عن خلقته مش دي مش دي صورة الله الحقيقة وفكرة نظرية التطور الانساني دي مقلوبة تماما يمكن الانسان ما كانش عنده الاليات اللي بنستخدمها النهاردة العربية والطيارة وده لكن عقله هو العقل اللي اعطى الله فكره فهمه امكانياته الروحية الله خلقك كامل اعطىك كل الاختيارات علشان الانسان الانسان منذ البدء قدر يختار الشر وقدر يختار الخير وما زلنا يعني بنقوم بنفس الشيء بنعمل نفس الشيء بس بقى ايه عندنا الاختيارات بقت متعددة بدل ما كانت ألف به بقت ألف من ألف إلى الياء يعني لكن العقل هو العقل والاختيار والاختيار والله والله وإمكانية الانسان أنه يرى الحقيقة معطاة من الله ولا يمكن أن يسلبها أحد لكن يسلبها الشيطان عندما يضع عقولكم في سندوق الإسلام فكرة التانية المفهوم بقى اللي هو مفهوم الأنبياء والرسائل السماوية ده مختلف عند المسيحين تماما عن المسلمين عندنا الكتاب المقدس بيحكي لنا بالتفصيل القصة من البداية يعني دايما بيجي لي أسئلة كثيرة عن الأنبياء عندكم بيخطئوا أنتوا بتشوهوا صور الأنبياء وكلام من ده لكن الاختلاط في أنه مين نبي ومين مش نبي دي حاجة لكن الأهم من كده أنه دايما بنقول لأن الكتاب المقدس بيقول أنه الإنسان طبيعته فاسدة والله قال كده ليس من يعمل صراحا ليس ولا واحد إلا بالمسيح لما تؤمن بالمسيح ولما تعيش مع المسيح ولما تعيش بفكرة الله الله يغيرك فتقول أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني فبقى شبهه فبقى بعمل اللي هو عايزه كي الله بيحكي لنا القصة من البداية بتتفصيل خليني يقول أنه العوامل الهامة اللي بتقولك أنه النبي نبي أو لأ نبي حقيقي ولا نبي كاذب أو لأ من وجهة نظر الكتاب المقدس أنه يجب أنه رسالته تكون مشيرة للمسيح ومتوازية مع قصة الكتاب المقدس وفكره وهنا بقى نبص لمحمد ورسالته وإمكانية أنه يكون خاتم الأنبياء استحالة يكون محمد نبي أو خاتم الأنبياء لأنه رسالته كانت منافية تماما للعهد القديم والعهد الجديد اللي كل يعني أساسه ومركزه هو النبوءات عن المسيح التعريف عن شخص الله القدوس المحب الذي يسعى لأننا نعرفه وأنه يكون لنا خلاص إلى أنه محمد حول هذا الإله إلى ضد الله ضد المسيح شوه كل القصص اللي بتشير العمل الله من أجل فداعك ومن أجل خاصة ومن أجل أنا أيضا فمن البداية بقول أنه لا يمكن أنه يكون أبدا نبي اختاره الله لأنه الرسالة مختلفة هو أولا ليس من سلسلة أنبياء بني إسرائيل مش من بني إسرائيل خالص ورسالته مختلفة عن الرسالة الكتابية بالكامل الرسالة الكتابية الفداء والخلاص وعلاقة الله بالإنسان هو مركزها ومركزهم المسيح ومحمد أتى ليكون ضد المسيح خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده اللي بيقول لك ليه محمد له فضل وأنا هعملكم حلقة خاصة عن موضوع فضل محمد علشان نقدر نشوف منها يعني ايه موضوع فضله ده ويبقى ازاي يعني هل ده يستقيم مع قلب الله ولا لا كي بيقول كده من صحيح مسلم بيقول وحدثنا يحيى بن أيوب وقطيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال وحدثنا اسماعيل وكذا وكذا عن أبي هريرة أن رسول الله قال فضلت على الأنبياء بستة وفيه طبعا حديث تانية بتقول بتلاتة وبخمسة وبعشرة والمهم جمعهم كلهم يبقوا حاجة وستاشر ولا يعني كتير أنا بقى هتكلم على الحديث ده بس النهار بيقول أنا أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب طبعا فيه بقى تاني يقولك نصرت بالرعب لمدة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بيه النبيين طبعا فيما يليق بيه من الموصفات دي في كتير منها يليق بيه ولكن الواقع إنها لا تليق بنبي يرسله الله الله لا يلقي الرعب في قلوب الناس ولا ينصر أبناؤه بالرعب بل بالاتضاع والمحبة وتضحية من أجل الغير النهاردة جالي تعليق من الإخوة على الفيسبوك يعني عايزة أوريكو أثار فضائل هذا النبي اللي أثارت على أتباعه ففي واحد بيقول أنا الحقيقة مش عارفة دا واحد ولا واحد لكن مهم بيقول كده أن الأفكار اللي إحنا بنترحها الأفكار المسيحية يعني بتقول كده هذه الأفكار اللي بتترحيها بتجعل الإنسان جبان وذليل تجعله يفرد في أرضه وعرضه وفي حياته نحن لا نؤمن بعقلية من لطمك على خدك الأيصر أدر له الأيمن ونؤمن بالقصاص وبالجهاد لأن في القصاص حياة وفي الجهاد كرامة وعزة نفس ولا توجد قوة في العالم تستطيع أن تغير عقيدتنا وأفكارنا لأننا مستعدين أن نقدم آخر قطر الدم في سبيل الإسلام وفي سبيل كرامتنا وأردنا وإن كنتم تؤمنون بعقلية الاستسلام فعلا اتركونا نغزو أراضيكم وننشر عقيدتنا وناخد ممتلكتكم دون مقاومة أو معارضة حتى شايفين أثار هذا الفكر نصرته بالرعب فكر الغنائم فكرة أن الأرض كلها بقت ملكه فكرة أن أنا الخاتم أنا الأفضل ولسه فيه أفكار كتيرة لكن إذا كان المسيح أتى ليرتفع بأفكارنا حسب نظرية التطور بتاعتهم إلى الروحانيات والزهد في الأرض يرجعهم محمد إلى القصاص لأن لكم في القصاص حياة أولي الألباب لأنه يقول لك أنا الغفران والكلام الفاضي بتاعك وده ما ينفعناش منين جابوا ده من أفكار يعني هذا الرجل اللي بيقول أنه فضل على الناس أو على بقية الأنبياء أو المفروض يعني أنه فضل على بقية الأنبياء بالكلام ده كله في الكلام ده فيه يعني مثلا يقولك نصرت بالرعب عارفين أنت إزاي نصرت بالرعب بالغزوات وبالقتل وبالكلام ده كله لكن مثلا وقحلت لها الغنائم فييجي في التفسير يقولك إيه أنه من قبلي ما كانش الأنبياء تحل لهم الغنائم لكن أنا دلوقتي تحل لي الغنائم لا طبعا مش حقيق لأنه العهد القديم بيقول أنه كان في حروب بتحصل مثلا الملك داود كان دخل حروب كثيرة جدا وفي الحروب دي كان في غنائم والشعب بياخدها وبتتأسم عليهم وبينو بالملك نصيب وكل حاجة في شريعة مين وفي قانون مين أنهم ما كانوش بياخدوا غنائم لا طبعا لأنك لا تفهم من هو النبي وإيه دوره وإيه يعني هذا الخلط وهل أنك يتقسم لك الخمس من كل شيء بما فيهم النساء والجواري والكلام ده كله دي حاجة يعني حلوة ولا المفروض أنه الشخص اللي يترفع اللي جاي برسالة من عند الله ده يعطي كل ما عنده زي ما كان المسيح كده بيقول يصنع خيرا ولا كان لي ويقول ابن الإنسان ليس لي أين يصند رأسه فإزاي بقى يعني ينقل الله الإنسانية من السلام إلى الحرب ونقول إن ده تطور الأمام من المحبة إلى العداء ومن الغفران إلى صدور الناس من المحبة إلى التكفير والبغضة في الله من حقك واجب عليك إنك تبغض الكافر في الله من البنوة إن الله يقول لك أنت ابني أنا اليوم ولدتك إلى العبودية من الحرية إلى استعباد الآخرين من الموت عن الذات إلى الكبرياء فيصبح الكبرياء شيء جميل نظرية التطور الإسلامية نظرية رجعية متخلفة ولا يمكن أن تكون حسب فكرة الله أبدا ولكنها خطة شيطانية لتقييد الإنسان وإبعاده عن فكرة الله الحقي خلينا زي ما بيقول الكتاب كده نعود إلى محبتنا الأولى نعود إلى الله خلقنا علشان تكون علاقتنا بي إزاي خليني وليكم الصايدة اللي جاي ده فيه تعليق جاء على الصفحة لما حطينا إعلان الصفحة فالأخت بتقول إيه أنا طبعا حطيت الإعلان إن الدين عند الله ونقط فبيقول بترد علي إن الدين عند الله هو الدين الذي تولد عليه ببساطة يعني وبيتكمل ما شاء الله شوها الثقافة العالية الأديان وحدة سماوية أو غيرها هي قناعات أي حد مقتنع بدينه بيشوفه هو الصح وبما إنه عم نزرع جوه أولادنا من يوم الولادة معناها كل الأديان عند الله يا صح طبعا ده فكر موجود اللي انت تولدت عليه تفضل عليه أوكي يعني ما حدش يقدر يلومك لكن لو اللي انت تولدت عليه ده هو المسيحي وقررت تدخل الإسلام ده لا يفرحه بيك قوي لكن لو انت مسلم وقررت تبقى مسيحي ده فيها قطع رقاب مش كده لكن لا خلينا نفهم انه الله فعلا عنده في العهد القديم وفي العهد الجديد فكر واحد بخط واحد قدم نفسه بشكل واحد اسمع يا إسرائيل الرب إلهك إله واحد لما تكلم مع إبراهيم تكلم مع إبراهيم بصورة مباشرة أنا عندي وعهد هقطعه معاك علشان هعملك أمة تمجد اسني هي دي تعاملات الله معانا اللي من الأول ربنا خلقنا من وقت آدم لحد النهاردة ربنا خلقنا من وقت آدم عشان تكون علاقتنا بيه كده مباشرة قدرنا نرجع عليها من خلال المسيح لو رجعت إلى أنك تفهم أن المسيح هو الواصل بينك وبين الله هو الوسيط بينك وبين الله اللي دفع تمن خطيتك تقدر تقف أمام الله من خلال المسيح وتعود إلى أنك تكون ابن ولا استعبد للخطية ولا للموت طبعا بقيت التعليق بيقولوا بيقولوا إن الإنسان بيولد مسلم على الفطرة كلها أفكار يعني اتزارعت عن طريق الإسلام ولكن لم نبحث عن حقيقتها وإيه أصولها الطريق لله واحد ولا ثلاثة على فكرة المسلمين بيقولوا واحد خلينا نشوف الصلاة اللي جاي بيقول كده إن الدين عند الله الإسلام وده آية صريحة ما تيجي تقول المسيحية مقبولة اليهودية مقبولة يقولك دي يعني أهل الكتاب لكن إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين قوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إنت هتكفر بآيات الله اللي جات في القرآن إنت هتتحاسب إنت بره يعني إنت بره الحسابات لو إنت يهودي ولا من أهل الكتاب ولا مسيحي إنت بره الحسابات الدين عند الله الإسلام فقط ليه بقى لأنه الفكرة هنا إنه المفروض إنه الأديان دي ألغيت واحد واحد لغة تاني طيب إنت قلت تطور الإنسانية في الأول فكرة التطور دي لو الإنسان كان عنده القوانين وبعدين اتطور لأنه يبقى عنده القوانين والروحانية ليه ألغي القوانين طب ليه ما تبقاش القوانين والروحانية زي ما كتاب المقدس بيقول كده مثلا ولو أنت عندك حاجة تانية اضفها حلوة وكويسة ليه تلغي الاثنين قبل كده خلينا نشوف الفيديو اللي جايد من ادعى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أنه على دين يقبله الله فهو مخطي وظال وعلى ظلال ولا يقبل الله منه ما هو عليه لأنه نسخ ويقع العمل بالناسخ هو الواجب وأما المنسوخ فانتهى العمل به وجاءت شريعته ناسخة لما قبلها فلا يجوز العمل بشريعة غير ما جاء به رسول الله وإن زعم أنه على دين نبي إلا أن دين هذا النبي انتهى وقته وجاء دينه طيب ده بيقولك كده أنه الأديان اللي جات كل واحد نسخ التاني أنا عايزة أفهم يعني تعرفنا لأنه الأديان تنسخ بعضها البعض ده إيه يعني إيه التعريف أنه الله يكون عنده فكر فيرجع يشيله يمسحه يقولك لأ أنا رجعت في كلامي بلاش ده بقى حط ده كان إيه المسرحية إيه بقى لها سوسو خد نادية ولا إيه يعني بلاش ده حط ده أشيله أرضه خده شهين عجبتني ده شكرا ليه يعني إذا كان التشريع أو اتصال الله بالإنسان إذا كان لفائدة الإنسان ولأن الله يجد طريقه ليه ربنا يغير الطريق ليه ما هو إذا كان ده طريق وصلني ليك تدخليني يغيره ليه على فكرة في الفكر المسيحي ما فيش حاجة اسمها إنه المسيحية لغة اليهودي يعني المسيح قال أنا ما جئت لأنخو تبلقه كم هو بس أخدنا في الطريق اللي حيوصلنا للعلاقة للعلاقة المباشرة مع الله اللي هو العمل اللي عمله والعلاقة من خلاله والله وطريقة الحياة مع الله اللي بتغيرك أنت كل يوم الإسلام بس هو اللي فيه النسخ والمنسوخ ده ويعني يعني هما كتير من المسلمين يقول لك إيه لا 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 ما فيش نسخ ومنسوخ في آية اتعمل بيها في الوقت ده ويعني بطل عملها لكن النسخ والمنسوخ ده يعني يختلفوا عليه لكن ما يختلفوش أنه الإنساء أن الإسلام نسخ الأديان اللي قبل كده علشان دي تدي مصداقية لأنه الإسلام هو بس الوحيد اللي يفضل لكن الحقيقة أنه دي مشكلة كبيرة الشيوخ المسلمين لما بيجوا يتكلموا في الأمر ده بيقول لك عافعلا ما فيش حاجة اسمها أديانت سماوية ثلاثة هو الدين الإسلامي فقط وأنه الأديان الموجودة دي كلها محرفة وأنه خرجة عن الإطار الإسلامي لأنهم عارفين أنه إحنا لا نؤمن بأنه محمد نبي وما فيش حد يقدر اللي بيكفرونا كل شوية دول مشكلتهم إيه أنه إحنا لا نؤمن أنه محمد نبي ولا نؤمن أنه القرآن ده من الله فشيوخ المسلمين بيقول لك كده ما فيش حاجة اسمها أديانتا سماوية ثلاثة دول كلهم ملغيين هو بس الإسلام وفقت دلوقتي لكن الحقيقة أنه موضوع التحريف ده مثلا مشكلة كبيرة بيقع فيها المسلمين لما القرآن يقول خلينا نشوف السلايد اللي جاي إن نحن أنزلنا الذكر وإن له لحافظه شوف السلايد ف إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه بعدين يقول لك طيب الذكر ده هو القرآن فقط طبعا ما يقدروش يثبتوا ده لأنه فيه آيات قرآنية تانية بتتكلم عن الذكر وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فبيقول إن الذكر ده هو الإنجيل والطورة ما يقدروش يغيروها لكن يقف الآية دي ويقول لك إنه ده بس يتكلم عن القرآن بس لكن الواقع إنه إذا كان إله الإسلام صادق فكان يجب إنه يحافظ على كل ما يعني أنزل وبعدين فين موضوع اللوحي المحفوظ اللي مكتوب فيه كل حاجة ولماذا لا نجد لهذه الكتب اللي المفروض كناها متصلة بالقرآن لماذا لا نجد لها أثر اليوم الكتاب المقدس واضح بقى في الكلام ده بيقولك إن السماء والأرض تزولان ولكن كلمة من كلامي لا تزول الكتاب المقدس يأخذ الإنسان في علاقة سامية مع الله فيسمو بيك من مستوى إنك تعتمد على نفسك وعلى قدراتك الشخصية إلى إنك تسلم هذه القدرات والحياة والإرادة إلى الله فيقودك الروح القدس إلى حياة تنمو فيها بالقرب مع الله على حسب تعليم الله لك وعمله في قلبك فيبقى ثمار العلاقة مع الله بينه في حياتك لإنك لما حتيجي تتصرف حتقول يا رب اللي أنا بعمله ده هيبقى إهانة لشخصك فأنا مش هعمله هيحزن قلبك فأنا مش هعمله الكتاب المقدس وضح إنه علاقتك مع الله علاقة شخصية ومباشرة الكتاب المقدس فصل بين الحق والباطل الظلمة والنور وقال ما فيش جمع بين الظلمة والنور الإسلام مليان بالجمع بين الظلمة والنور المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة وما فيش حد يأتي إلى الآب إلا بيسوع المسيح نشوف بقى محمد جيه قال إيه شوف الفيديو اللي بعدك وإن زعم أنه على دين نبي إلا أن دين هذا النبي انتهى وقته وجاء دين محمد صلى الله عليه وسلم والأمر لله سبحانه وتعالى ليس الأمر للمخلوق وأنه يعمل ما يريد لا هو عبد لله عز وجل أمرك الله أن تتبع هذا الرسول فيجب عليك اتباعه أيًا كنت يهوديًا أو نصرانيًا أو وثنيًا أو عربيًا أو عجميًا أو جنيًا أو إنسيًا أمرك الله أن تتبع هذا الرسول يجب عليك أنت عبد يجب عليك الامتثال طيب يعني ده مسألة هو عن اللي أنا كنت بقوله قبل كده إزاي خلط محمد بين الأمور كلها فقال لك جاي علشان يقول لك أنت أنا آخر الأنبياء وأنت لازم تمتسك أنت عبد اللي يقوله لك الله بقى ده لازم لازم تسمعه وتعمل به ويعني خلط كل الأمور قال لك محمد أنه هو يعني أرسل للعالمين ومن ده تفهم أنه حسب التفسير بقى أو الإسلامي بيقولك أنه كمان محمد جي لجن فبيقولك أنت إذا كنت مصري عجمي عربي إنسي جني لازم تسمع كلامه دي بقى العودة إلى الظلمة والتعامل مع الأرواح الشريرة وكان من سمات حياة محمد والصحابة أنه كانوا بيتعاملوا مع الأرواح الشريرة منذ بداية البعثة تلاقي أنهما كانوا بيتعاملوا مع الأرواح الشريرة خليني أخذ مكالمة مين معنا الأخ رياض من لندن أهلا بيك مساء النور أهلا أختي العزيزة تفضل أختي أنت يوميا تتحدثين عن الإسلام والإسلام كذا والإسلام كذا وما عرف الإسلام شغلكم كثير ما عرف ليش ما تتكلمون على اليهودية اللي أنت زيت يعني أن إحنا بنكلمك عن الإسلام؟ لا ما زهقت لا بس المشكلة تعرف شنو المشكلة؟ المشكلة اللي أنتو تكذبون لا يا راقل أنتو كذاب هسا لا يا راقل أنتو القرآن صار لألف أربعمائة سنة اسمحيني اسمحيني لا 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 ما تقوليه بتكذبوا تقولي بتكذبوا أبقى قذبت في إيه؟ وريني هسا أقول القرآن صار لألف أربعمائة سنة يتحداكم أن تجيبون القرآن أنتو النصارى واليهود وغير ملل جيبوا قرآن نفسه وتحد الإسلام أنت تتحدثين عن محمد تقولين تقولين هي الأرواح الشرية ما هو يسوعكم كان مع الشيطان 40 يوم وعلم الشيطان كل الدروس يا رياض أنت عايز تتكلم معي أو عايز تتكلم لوحدك لا عايز أتكلم معاك ده باستنى أرد على اللي أنت قلته أولا الرب يسوع المسيح انتهر الشياطين وفصل بين الظلمة والنور وقال انتهر الشيطان وأخرجه خالص من الإنسان ومنع التعاون معه مش دي النقطة المهمة في اللي أنا عايز أقوله أنت دايما بتكرروا موضوع هاتو قرآن زي ده أنت عندك ناس كثير على طوال التاريخ كله ناس عملوا كتب أشعار وكتب يعني فيها اللغة العربية الرقية يعني محسوبة جدا وأفضل كتير من الكلام اللي بيقوله القرآن لكن هل استنى استنى هذا في نظر استنى استنى ايه مش في نظري استنى المسألة مش في نظري هي المسألة أنا لو جبتلك آية مثلا قلتلك يعني عملت شعر ما حصلش أنا مش شعر لكن لو أنا عملت شعر ما حصلش وقديته لواحد مسلم هقول لي لا طبعا القرآن أفضل لأنه التفضيل عنده هو أنه شايف إن دا شيء مقدس جاي من الله لكن واحد ما يعرفش إن دا قرآن وما يعرفش إن دا شعر أممكن يختار الآن اللي أنا كتبها ويقول لي دا كلامك تدري لي من الفصل جيب لواحد خبير لغة عربية وهو يتكلم مو أنا ولا أحضرتش نحن بص يا هل استعامل مع الله بالخبرة في اللغة العربية هل دا يقنع قلبك يا رياض أنت وكل بيسمعوني تفرق معاك إن لغة العربية أو اللغة الهندية لو كان هذا الكلام لا يعطني اسمعيني اسمعيني الموقذ وما أعرف شو من هالسؤال هاي مو صحيح صحيح أولاً حضريتي أنت عارف إن أنا كنت مسلمة صح؟ هاي مشكلتك حبيبي إن دا كنت مسلمة ويهاد ما تعنيني يعني طيب ما تعنيني يعني لا تعنيك لإنك تعرف إن أنا فهم اللي أنا بقوله يعني تفضل دا اسمعيني حبيبي لا تفضل سقابل يعني أنت خلني نتكلم أنا أسألك أنت كمسلمة أنت كمسلمة نعم أوكي مو ملا كنت مسلمة شنو اللي خلاكي تؤمنين بيسوع أنتيني شنو اللي خلاكي تؤمنين بيسوع بص في حاجات كتيرة خلتني أؤمن بيسوع لكن أنت أنت بشوف اختباري أقولك بمنتهى الأمانة أولاً أنه يعني تعاملات الله مع حياتي الإراية اللي أنا قاريتها في الأول وبعدين كان لي خبرة شخصية يعني في ناس كتير بتحصل لهم دي أنه شفت رؤية بالمسيح لكن دي حاجة وإني درست أنا وفهمت فكرة الله في الكتاب المقدس عزيزتي الفرق رهيب يا فرق الآن أمطيك الفرق الفرق بين الإنجيل كل إجرام من بدايته لنهايته كل إجرام ماكو شريعة ما موجودة شريعة على وجه الأرض تحلل قتل الأطفال والنساء والحيوان غير الشريعة النصانية بس الكلام ده كله كلام مردود عليه أنت بتتكلم على الأحداث التاريخية في الكتاب المقدس غير التشريع الروحي أنا فاضلي خمس دقايق يا رياض لا خلاص شوفي تتحربون معلش اعتبرها زي ما تعتبرها هكمل كلامي معك هكمل كلامي معك يا رياض أنا فاضلي خمس دقايق هكمل الموضوع لكن الأمور اللي أنت بتقولها دي يعني نفس الكلمات متكررة عملنا عليها حلقات وحلقات وحلقات تقدر تروح وتشوف مكتوبة كتير خالص على الإنسان يا عمري ما يبرر القتل ما يبرر القتل الفارق هو أنك تقدر تقول لي فيلي صوته عشان عايزة خلص الفارق يا رياض أنت وغيرك من اللي بيسمعوني أنكم تقدروا بدل ما تهجموا على رأيكم أنتو في المسيح ادوني أنتم رأيكم في اللي احنا بنقوله حياة محمد شخصه أفكاره نتائج ده على حياتكم أنتم ما حدش بيرد أنتو بتهجموا ما بتردوش أنا بتديلك أهو يعني دلوقتي أنا قلت أنه محمد تعامل مع الأرواح الشريرة هو بيقول كده أنا كان عندي شطان وربنا خلاني قدرني عليه الله في أسلم مراته تبقى بتتكلم معاي يقول لها أجائك يا شيطانك يا عائشة تقول له وانا ليه شيطان يقول لها طبعا كل واحد معنا من عنده شيطان احنا الكتاب المقدس بيقول لنا أنه لا شاركة للظلمة مع النور وأن الشياطين دي حاجاتنا لا نتعامل معاها طبعا الشيطان يسلم لأنها أفكار شيطانية القرآن كله أفكار شيطانية لكن لا يمكن الشيطان يقترب من شخص المسيح لأنه يعرف أنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد المسيح هو ملك الملوك المسيح انتهر والشياطين وفصل بين الفكر الشيطاني ده وقداسة الله ونعيش إزاي معاه خليني يعني عايزة أتكلم على موضوع خرافة الديانة الإبراهيمية دي أولا الفيديو اللي جايته هيكون الفيديو الأخير مش هاخد البقى تفضل خلينا نشوف ته فالإسلام هو دين الله الكلمة دي ليها معنيان المعنى الأول هو أن الدين الذي أرسله الله إلى الناس من لدن آدم إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد اسم الإسلام سيدنا إبراهيم ما أتى به كان اسمه إسلام سيدنا آدم سيدنا نوح سيدنا عيسى سيدنا موسى هو دا الإسلام يقول لك لا مش اسمه إسلام دا الإسلام دا الدين المحمدي شوفوا أنا خلاص فاضلي دقيقتين أولا الكلام اللي بيقولوا دا ليس عليه أي دليل ما فيش أي حاجة في العهد القديم ولا في العهد الجديد بتقول أنه حد من الأنبياء دول قال الكلام دا حتى أنه فيه ذكر لبعض الناس وكانوش أنبياء في وسط الكلام يعني لكن فكرة أنه كل دول كانوا مسلمين دي خرافة إسلامية فقط ويعني إبراهيم كانت إيه رسالته إبراهيم شخص الله دعاه يعني علشان يعمل منه أمة والله قطع معاه عهد علشان من خلال الناس له هيجي المسيح دي كانت الفكرة في حياة إبراهيم وإنه الله يبتدي يبقى عنده علاقة بهذا الشعب والناس اللي حتنضم منهم بعد كده يعني الكتاب المقدس في العهد القديم والجديد أشار من قبله وبعد المسيح كل الناس اللي جون فيه أشاروا إليه وإلى عمله الخلاصي وفداءه فيه فرق كبير بين اللي الإسلام بيقوله لكم النهاردة وبين اللي الله عايزكم تشوفوه المعنى الحقيقي للعلاقة مع الله بيقولك أنه غير المسلمين مش عايزين يؤمنوا أنه من يبتقي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ده الحكم الإسلامي دايما الرسالة النهائية في الإسلام هي التهديد والوعيد وإلقاء الرعب النهاردة إحنا بنعلم أن رسالة الله منذ البداية كانت أنه أحبنا ونحن بعد خطاء أرسل ابنه ليفدينا ونحن بعد خطاء يعني غير مستحقين ولم نقبله وبعد ما قبلناهوش وما سمعناش عنه كمان لكن الكتاب بيقول أنه مات المسيح من أجلنا وانتصر على الموت الأبدي وأعطى حياة لكل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يكونوا أولاد الله فماذا عنك أنت اليوم إلى اللقاء